علمني التاريخ أهلا بكم مع علمني التاريخ ونحن في وسط المأساة العظيمة والفاجعة الكبيرة مأساة كربلاء ومقتل الحسين عليه السلام رأينا كيف أن الثورة والاستعدادات للثورة في داخل الكوفة بقيادة مسلم بن عقيل وهاني بن عروة قد انهارت وقتل الرجلان رحمهم الله تعالى ولم تصل الأخبار إلى الحسين بن هيار الثورة فخرج من مكة تجاه الكوفة وجاءت طبعا التحذيرات إلى والي الكوفة الأموي ابن زياد تنبهه أن لا يخطئ في التصرف مع الحسين وإلا ستكون نكبة على الدولة الأموية فابن زياد من جهة يريد أن يمنع الثورة في الكوفة ولو وصل الحسين ستحدث الثورة ومن جهة يريد أن لا يؤذي الحسين حتى يلتزم فكيف عين الخط الوسط فبدأ يتخذ مجموعة من الإجراءات من هذه التدابير حتى يحول بين أهل الكوفة وبين الحسين ويحكم سيطرته على الكوفة فجمع كل المقاتلين الذين يتبعون الأمويين وفرق عليهم كما يقولون العطاء الأموال حتى يضمن ولاهم ثم جعل القوات بقيادة الحسين بن تميم تحرص الطرق الرئيسية الخارجة من الكوفة الطريق إلى مكة والطريق إلى الشام والطريق إلى البصرة فلا يترك أحدا لا يدخل ولا يخرج طبعا أراد بن زياد من هذا الإجراء قطع الاتصال بين الكوفة والحسين عليه السلام ومضى الحسين ابن علي عليهم السلام في طريقه إلى الكوفة وما كان يعلم بهذه التغيرات التي حدثت في الكوفة ما وصلته الأخبار فلما وصل إلى الحاجز من بطن الرمة بعث رسالة مع قيس بن مسهر الصيداوي رسالة إلى الكوفة رسالة سرية فخرج هذا قيس ومعه خطاب من الحسين فيه يخبرهم الحسين بقدومه لكن قائد الحرس الحسين بن تميم قبض على قيس بن مسهر مبعوث الحسين عند وصوله إلى القادسية ثم بعث به إلى ابن زياد ابن زياد قتله فورا فابن زياد الآن متخذ موقف صارم لا يريد أن يسمح بنفس لهذه الثورة ما رجعت الأخبار إلى الحسين فبعث الحسين مبعوثا إلى مسلم بن عقيل لم يعرف أن مسلم بن عقيل قتل فوقع هذا المبعوث أيضا في يد الحسين بن تميم فبعث به إلى ابن زياد فقتله ابن زياد كذلك هذه الإجراءات الصارمة التي اتخذها ابن زياد كان لها أثر كبير في نفوس أتباع الحسين داخل الكوفة يرون أن كل واحد له علاقة بالحسين مصيره القتل أو على أبشع الصورة بدون محاكمة فكل من كان يفكر في نصرة الحسين يعرف أنها نهايته والحسين عليه السلام بدأ يحس أن الأمور تسير سيرا غير طبيعي وخاصة في الكوفة ما في أخبار من الكوفة واللي يرسلهم ما يرجعون ما في حتى الأعراب البدل رحل ما عندهم أي أخبار وجاءته الأخبار من هؤلاء الأعراب أن ما في أحد يدخل الكوفة ولا يخرج من الكوفة فعرف الحسين أن الأمور خطيرة جدا وأن الأمور تطورت لكنه لا يعرف ماذا يجري واستمر التحذير من بعض رجال القبائل العربية الذين مر بهم الحسين وبدأوا ينبهونه للخطر هذا الوضع ما هو طبيعي أنت تقدم على خطر ما هو طبيعي إغلاق الكوفة لم يحدث من قبل لكن الحسين كان يدلل على نجاح مهمته بالإشارة إلى الكتب الرسائل الضخمة أربعين ألف رسالة هذا العدد الهائل من أسماء المبايعين له من سادة الكوفة التي كانت عنده بحوزته في هذه الصناديق فضل على هذا الحال إلى أن جاء الرجل الذي أرسله ابن الأشعث برسالة من مسلم ابن عقيل يخبره بأن مسلم ابن عقيل قد وقع في الأسر وأخبره بتوقعه بمقتل مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة ثم جاء الخبر انفلت الخبر من الكوفة إلى الحسين أنه فعلا الأخبار صحيحة والثورة فشلت ومسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة كلاهما قد قتل وأن أهل الكوفة قد تخاذلوا عن نصرته خبر مفجع مؤلم وقع شديد على الحسين رضي الله عنه هؤلاء أقرب الناس إليه هؤلاء أقرب الناس إليه يقتلون وهكذا وصلت الأخبار من مقتلهم والحسين عليه السلام في الطريق ماذا يفعل الحسين وكيف يتصرف وكيف قتل بعد أن وصلت هذه الأخبار هذا في لقائنا القادم إن شاء الله سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله علمني التاريخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ نتواصل في هذه السلسلة من الأحاديث علمني التاريخ حتى نستلهم الدروس والعبر فنستنتج القوانين التي تحكم صراع الأمم والحضارات والجماعات وتعلمنا بعض القواعد الرئيسية والقوانين الرئيسية التي تسبب النصر وتحدثنا كذلك عن بعض العوائق الرئيسية التي تمنع النصر ونحن الآن في منتصف الحديث عن ثورة عظيمة ثورة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعليهم السلام الحسين بن علي هذه الثورة التي أسست مبادئا وأكدت قيما أساسية في الإسلام ثار الحسين من أجل إبقاء الإسلام صافيا ناصعا بينا واضحا لا شك فيه ولا ريب وهو أن هذا الدين دين شامل لكل الحياة للدين والدنيا وجزء من هذه الدنيا أمور السياسة وجزء رئيسي من هذه السياسة أن الشعب يختار حاكمه وأن الشعب لا يفرض عليه أحد وأن الشعب أمرهم شورى بينهم فلما ألغي هذا المبدأ وفرض يزيد بن معاوية على الأمة بالترغيب والترهيب ضرح لحسين نفسه مرشحا آخرا وحاول أن يصل إلى الكوفة حيث أنصاره هناك فأرسل مسلم بن عقيل ليدعو الناس لبيعته وفعلا بايعوه فتحرك بناء على الخطابات الكثيرة التي جاءته تدعوه ليختاروه خليفة للأمة لما تحرك الحسين كان الأمويون من خلال واليهم في الكوفة قد سيطروا على الكوفة وأجهدوا الثورة وقتلوا مسلم بن عقيل وقتلوا هان بن عروة الذي كان قائدا للكوفة من المؤيدين للحسين عليه السلام وانهارت الكوفة تماما قبل أن يصل إليها الحسين فنحن الآن مع الحسين عليه السلام وهو في الطريق وقد وصلته الأخبار الآن وصلته الأخبار بأن ابن عمه مسلم بن عقيل قد قتل ماذا فعل الحسين لما اكتشف أن الثورة أو البيعة التي جاء من أجلها قد انتقضت وأن أهل الكوفة قد خذلوه وأن الناس قد تخاذلوا عنه وأن الأمويين قد سيطروا على الكوفة هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله علمني التاريخ أرحب بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ هذا الأستاذ العظيم ونحن نتحدث عن ثورة الحسين ليس فقط لأنها قصة مؤثرة ومأساة عظيمة ما زالت أثارها إلى اليوم وإنما نتحدث عنها لنستلهم الدروس والعبر من مثل الحسين رضي الله عنه عليه السلام من مثل الحسين ضحى بنفسه من أجل إقرار مبدأ حتى لا تنحرف الأمة عن المبادئ وأمرهم شورى بينهم فلما فرغ هذا المبدأ من محتوى وعين على الأمة يزيد بن معاوية دون اختيار من الأمة حقيقي بالترغيب والترهيب مرشح واحد فقط كان لابد للحسين كأحد أكبر علماء الأمة وشخص ممكن أن تلتف حول الأمة كان لابد له أن يتحرك فحددتكم كيف تحرك وحددتكم كيف أن الثورة التي جاء من أجلها أو البيعة التي جاء من أجلها في الكوفة قد انتقضت في هذه الأثناء لما وصلت الأخبار إلى الحسين رضي الله عنه أن داعيته في الكوفة مسلم بن عقيل وقائد أهل الكوفة عروة بن هانئ كلاهما قد قتل عرف أنه إلى أين سيذهب يذهب إلى الكوفة ما فيها من ينصره وسيطر عليها الأمويون سيطره كامله وطبعا كان مع الحسين أهلا وأنصارا وكان مع ستين شيخ من أهل الكوفة نفسها وكان معه من انضم إليه في الطريق فأعداء كبيرة كانت معه فاجتمع للناس وأخبرهم بالخبر ثم قال من أحب أن ينصرف فلينصرف بدأ الناس يفكرون وين راح الروح يعني ما فيه الآن انتهت الخطة الخطة كانت الذهاب للكوفة الآن الكوفة لا مجال لدخولها أصلا فتفرق الناس تفرق الناس عنه يمينا وشمالا ولم يبق معه إلا أهل بيته وأقرب المقربين إليه وأما أهل الكوفة الستين شيخ اللي كانوا معاه وأما الذين انضموا إليه في الطريق فالكل انصرف ولم يبق معه إلا أعداد قليلة جدا فقال له بعض من ثبته معه ننشدك الله إلا ما رجعت من مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر وليس لك فيها شيعة يعني مؤيدين بل نتخوف أن يكونوا عليك ينقلبوا عليك اللي ما يعوك هؤلاء إلى أين ستذهب فهنا وثب بن عقيل إخوة مسلم ابن عقيل الذي قتل في الكوفة الآن وصلهم خبر مقتل أخيهم فالثأر في نفوسهم فقالوا والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو ندوق كما ذاق مسلم ابن عقيل فانصرف الناس عن الحسين رضي الله عنه ولم يبق معه إلا المقربين كما ذكرت الذين خرجوا معه من مكة حتى الذين خرجوا من أهل الكوفة انصرفوا وهؤلاء الآن الذين بقوا بسبب حماس هؤلاء يرفضون العودة فاستمر في سيره طبعا مرة أخرى ما في خطة واضحة سيذهب إلى الكوفة أصلا دخول الكوفة ممنوع فكيف سيصل الكوفة فوصل حتى بلغ منطقة شراف وهناك أمر فتيانه أن يأخذوا الماء ويكثروا من الماء لأن في طريق الآن بدون مياه ثم سارة حتى إذا كان منتصف النهار وإذ طلائع خيل ابن زياد عليها الحر ابن يزيد كان عددهم ألف فارس وصلوا الحر ابن يزيد أدرك الحسين ومن معه قريبا من شراف ووصل إليه وطلب من الحسين الرجوع وذكره أنه مأمور لا بد له أن يمنعه إما أن يأخذ إلى الكوفة ويسلم إليه بن زياد أو يرجع فذكر هذا الحر أنه مأمور ويجب أن يلازم الحسين حتى يصل به إلى الكوفة طبعا الحسين هنا رفض رفض الذهاب مع الحر إلى الكوفة وأصر على ذلك الحر هذا رجل راقي كما سنراه رجل راقي رغم أنه جاء على مقدمة جيش ابن زياد لكن رجل عاقل وأحيانا تجد مع الطغاة بعض العقلاء فهذا كان عاقل فاقترح هكذا بالسر لما التقى مع الحسين اقترح على الحسين قال أسلك طريقا لا يودي إلى الكوفة أنا مأمور أني إذا وجدتك على طريق الكوفة أني أأخذك إلى ابن زياد وإذا سترجع إلى المدينة سأخبر ابن زياد أنك رجعت إلى المدينة أنا مضطر لهذا لكن خذ لك طريق لا يرجعك المدينة ولا يوديك الكوفة وأنا ما قدر أفعل شيء في هذه الحالة لأن الأوامر عندي أني إما أوصلك إلى الكوفة إذا كنت قاصد الكوفة أمسكك أنت ومن معك أو أخبره أنك راجع إلى المدينة الحسين أعجب بهذا الرجل وعقله وبالفعل تياسر الحسين عن طريق العذيب والقادسية واتجه شمالا على طريق الشام لا رجع المدينة ولا راح الكوفة بناء على هذا الاختراح وأخذ الحر بجيشه يساير الحسين وينصح بعدم المقاتلة يعني بس أنا مأمور أني ألازمك فظل جيش الحر مع الحسين فكانت الأوامر للحر إذا قاتلك قاتله فهو أخبره قال أنا عندي الأوامر أنك إذا قاتل فسوف أضطر إلى قتالك وكانوا إذا جاء وقت الصلاة كان الحسين يصلي بالناس فيأتي فريق الحر بن يزيد الألف واحد ويصلون خلف الحسين عليه السلام وظلت المسألة هكذا ما في شيء لا إجبار على الذهاب للكوفة لا منع من التحرك الحر ملتزم بالأوامر كما يقولون بالحد الأدنى من الأوامر إلى أن وصل الحسين عليه السلام ومن معه إلى منطقة كربلاء هنا جاء الجيش الأساسي بخيول يقودها عمر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه مكون هذا الجيش من أربعة آلاف مقاتل كان أصلاً هذا الجيش متوجه إلى منطقة الري للجهاد في سبيل الله ضد الديلم لكن لما شاف بن زياد الأمور بدأت تطور أمر هذا الجيش أن يعود فيذهب لملاقات الحسين رضي الله عنهم أجمعين ماذا فعل هذا الجيش وماذا فعل الحسين هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله علمني التاريخ أرحب بكم مع علمني التاريخ ونحن مع نهاية قصة ثورة الحسين عليه السلام حددتكم كيف أن ابن زياد والي الكوفة سيطر على الكوفة ثم أرسل جيشاً بقيادة الحر بن يزيد من أجل منع الحسين من الانصراف وأخذ إلى الكوفة فالحر بن يزيد هذا كان عاقل فاقترح على الحسين قال لا تذهب إلى الكوفة أنا مأمور إنك إذا جاي الكوفة أخذك إلى الكوفة إلى ابن زياد فاذهب في طريق آخر وفعلاً ذهب في طريق آخر فأرسل ابن زياد جيشاً أكبر أربعة آلاف مقاتل هؤلاء كانوا مع عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان الجيش هدفه الذهاب لجهاد الديلم اللي هو جهاد تركيا هناك لكن ابن زياد أمرهم بالتحول لأسر الحسين ومن معه فاعترض عمر بن سعد بن أبي وقاص أعترض قال لا أنا ذهب للجهاد فقال لا إذا ما ذهبت هذا عبد الله بن زياد كان جبار قال لا إذا ما ذهبت والله لا أقتلنك وأحرق بيتك أن يتم أولادك وأجعلهم في الشوارع فتحت هذا الضغط اضطر عمر بن سعد بن أبي وقاص أن يذهب ما كان يعرف أنه في قتال أصلاً ما كان هدف القتال كل المسألة أن يأخذوا الحسين ومن معه إلى ابن زياد لما وصل عمر بن سعد أرسل إلى الحسين يخبره أني أنا مأمور أني أخذك إلى ابن زياد فقال لا والله ما أذهب إلى ابن زياد أنا ما جئت أصلاً إلا بناء على طلب من أهل الكوفة وهذه رسائل همائي وأراه الرسائل ما يريدوني أذهب حيث أشاء فأرسل عمر بن سعد إلى ابن زياد بهذه المسألة قال لهذا ما هو شغلك أنت قائد جيش تنفذ فقط تأتيني بالحسين بعد أن أنا أقرر فعمر تحت هذا التصلف أرسل إلى الحسين قال لهذا الخبر اللي عندي فهنا الحسين قال أنا ما أقبل أن أذهب إلى ابن زياد وأعطيكم ثلاث اختيارات الاختيار الأول أن تركوني أرجع إلى المدينة والاختيار الثاني أن تتركوني أذهب إلى الشام وأنا أتفاهم مباشرة مع يزيد بن معاوية والاختيار الثاني اتركوني أن أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أجاهد في سبيل الله وأكون واحد من الجنود لهم وعلي ما عليهم عروض منصفة تماماً هذا قائد سياسي رشح نفسه الآن بإرهاب الدولة ممنوع أن يرشح نفسه فالآن يريد حل لهذه المسألة وحلولها كلها كانت منطقية هنا كتب عمر بن سعد إلى بن زياد بكتاب أظهر فيه أن هذا الموقف المتأزم وعروض الحسين عروض راقية وأن السلام قد أوشك أن يحل وما على بن زياد إلا الموافقة وفعلاً كانت المسألة على وشك أن تنحل وفعلاً أوشك بن زياد أن يوافق ويرسل الحسين إلى يزيد يعني هو في النهاية هو مأمور إذا هو يرغب أن يلتقي بيزيد ويتفاهم مع يزيد الأمر إليه لو لا أن تدخل هنا شيطان اسمه شمر ابن دي الجوشن كان جالساً في المجلس عند بن زياد حين وصلت رسالة عمر بن سعد فأترض أترض على رأي بن زياد في أن يرسل الحسين إلى يزيد وأبا قال إن الأمر بيدك الأمر الصعب هو أن تطلب من الحسين أن ينزل على حكمك أنت ابن زياد حتى يكون هو صاحب الأمر المتحكم فيه ابن زياد يتحكم في المسألة هو الذي يقرر ما هو الحسين الذي يقرر فلما سمع ابن زياد تأثر بقوله ابن الجوشن ففعلاً أصر قال ينزل عن حكمي أنا أقرر ليس هو الذي يقرر فوصل الخبر إلى الحسين رضي الله عنه فرفض الطلب قال لا والله لا أنزل على حكم عبد الله بن زياد أبداً ثم قال لأصحابه الذين معه أنتم في حل من طاعتي الذي يريد يذهب يذهب أنا أعطيتهم خيارات كلها رفضوها يبدو أن الجماعة مصرين على قتلي فأصر كل من معه على مصاحبته والمقاتل معه حتى الشهادة في صباح يوم الجمعة العاشر من المحرم واحد وستين هجرية نظم الحسين عليه السلام أصحابه وعزم على أن يدافع عن نفسه هو ليس معتدي هو مضروم هنا هو عرض عروض راقية حل سياسي للأزمة كلها لكن هم الذين تعنتوا كان معه 32 فارس وأربعين راجل يقاتلوا على أرجلهم فأعطى الراية للعباس عباس ابن علي بن أبي طالب وجعل البيوت وراء ظهره كانوا في قرية وجعل فيها النساء والأولاد ثم أمر بحطب وقصب فجعله من وراء البيوت وأشعل فيه نار عظيمة خشية أن يلتف في الجيش ويأتوهم من خلفهم أما عمر بن سعد فنظم جيشه هنا الحر ابن يزيد قائد الجيش الأول قال له عمر ماذا تفعل؟ قال هذه الأوامر عندي قال الرجل عرض عليكم عروض راقية صح فعمر قال أنا مأمور أحيانا بعض العساكر وقادة الجيش لا يفكرون فقط ينفذ الحر قائد جيش لكنه عاقل قال لا والله ما أقف معكم على الظلم فأترك جيشهم وانضم إلى جيش الحسين ابن علي وقتل معه رضي الله عنه فهكذا مواقف الرجال هكذا تكون مواقف الرجال عمر بن سعد رجل عسكري الأوامر عنده تأتيني بالحسين وإذا رفض تقاتله وبدأت المسألة في البداية بمبارزة وكانت المبارزة هذه يعني خرج رجل من هنا قال رجل من هنا لكن جيش عمر بن سعد واجه مقاهمة شديدة من قبل أصحاب الحسين ومبارزتهم القوية وبطولاتهم ظهرت في ذلك الموقف فشعروا أن هؤلاء القوم مصرين على موقفهم ومثل الإنسان فاقد الأمل في الحياة فيقاتل بدون تردد بينما الجيش يقاتل من أجل الدنيا فكانت معركة غير متكافئة في العدد لكنها أيضا غير متكافئة في المعنويات الحسين رضي الله عنه في البداية لم يشترك في القتال وكان أصحابه هم الذين يدافعون عنه فلما بدأ أصحابه يقتلون واحد والآخر واستطاع الجيش أن يقترب من الحسين لم يجرؤ أحد في الجيش أن يقتله كل ما اقترب واحد خايف يقتل حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم كيف؟ فوصل جيش عمر بن سعد وبدأوا يتدافعون كل واحد يدفع الثاني أنت اقتله أنا ما اقتله فالكل كان يخشى أنه هو الذي يمد يده ويقتل الحسين وكانوا يتمنون أن يستسلم لكن الحسين رضي الله عنه لم يبد شيء من الليون تبات وصمود على الحق والمبدأ الذي جاء من أجله يريد أن يعلم الأمة أن الإنسان يضحي بنفسه من أجل مبادئه هو جاء من أجل مبدأ ما جاء من أجل الدنيا لو كان يريد الدنيا لأخذها كانت متاحة له يتمنى ليزيد أن يبايره الحسين ويعطيه ما يشاء لكنه ما كان يقاتل لأجل دنيا فبدأ يقاتلهم رضي الله عنه بشجاعة نادرة عند إذن شمر بن ذي الجوشا هذا الذي انضم إلى الجيش خشي من انفلات زمام الأمور جيشهم غير قابل أن يقتلوا الحسين فصاحب الجند وأمرهم بقتله فهجموا مع شمر لكن الكل خايف يقتله هنا هذا الشقي شمر بن ذي الجوشا الضبي هجم على الحسين بنفسه فقتل الحسين وقطع رأسه وحمى الرأسه إلى ابن زياد رجل اسمه خولي بن يزيد الأصبحي كان قتله رضي الله عنه بعد بطولة نادرة فيها تفاصيل كثيرة لا سيسع هذا الموقف احنا هدفنا أن نتحدث عن الدروس والعبر فقتل في محرم في العاشر من محرم يوم عاشوراء سنة واحد وستين هجرية رضي الله عنه وأرضاه ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم ابن فاطمة وعلي يقتل بهذه الطريقة يقتل مظلوما مظلوما وقتل مع الحسين رضي الله عنه ثنين وسبعين رجل من أصحابه ومن أهل بيته قتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانين رجل في هذه المعركة وقتل من أصحاب الحسين ثنين وسبعين رجل بعد انتهاء هذه المعركة غير المتكافئة أمر عمر بن سعد أن لا يدخل أحد على نساء الحسين وعلى صبيان الحسين ولا يتعرض لهم أحد بسوء كل روايات التي تروى أنهم تعرضوا للنساء هذه روايات باطلة غير صحيحة نخوة العربي تأبى وذلك في كل تاريخنا الذي يرويه الطبري وابن الأثير وابن كثير كلهم لم يدخل أحد على نساء الحسين لأنه لم تؤثر هاشمية قط فأكرم النساء أما الذين قتلوا فقتل ثمنتعشر شخص من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قصة الحسين قصة مؤلمة قصة عظيمة لكن أهم فيها أن نتعلم أن الذي يؤمن بمبدأ يقاتل من أجل هذا المبدأ الذي يؤمن بحق يضحي بنفسه من أجل الحق بدون تضحيات حقيقية لا يقوم الحق بدون إصرار على الحق لا لن تنهض الأمة بدون حرص على الدين قبل الدنيا لن ننتصر الذين يريدون الدنيا لن يستطيعوا أن ينهضوا بالأمة الذين يقتدون بالحسين رضي الله عنه وعليه السلام هم الذين ينهضون بأمر هذا الدين وأمر دنيا وأمر حضارة الإسلام